الله أكبر الله أكبر من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العلي العظيم هذه الليلة القادمة تصادف أعظم ليالي الدهر من حيث المصيبة ومن حيث الفضيلة ومن حيث النتيجة ليلة القادر التي حسب نص القرآن الكريم أفضل ليلة واحدة أفضل من سبعين سنة ألف شهر يتجاوز الأثنان الأثنين والسبعين سنة وليلة مصيبتنا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أعظم المصائب وليلة التقدير يقدر فيها كل أمر حكيم وليلة فيها تقديرنا في كل العمر وتقدير الحياة في كل الدهر ليلة بالغة الأهمية هذه الليالي القادمة ليالي مصيبة وفضيلة وتأثير إحدى أهم التعاليم السماوية التي نص عليها القرآن الكريم والروايات الشريفة بالخصوص كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تعتبر من أهم ما يمكن أن يدركه الإنسان في هذه الليلة وهو عنوان يمكن استلهامه من عبارة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فزت ورب الكعبة هذه العبارة التي تقدمت على كلام جبرائيل حيث قال تهدمت والله أركان الهدى القرآن الكريم يعبر بالحظ العظيم ما هو الحظ العظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم القرآن إذا اعتبر شيء عظيم رب العالمين إذا اعتبر شيئا عظيما هذا يعني حقيقة عظيم هذا يدل على أن هذا التعليم أبرز تعاليم القرآن الكريم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا هذا المضمون القرآن الكريم يعتبره أعظم أو يعتبره ذا حظ عظيم يمكن استفادة أن هذا التعليم من أعظم تعاليم القرآن الكريم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في وصيته إلى ابنه ابن الحنفية عبارة حقيقة من أبرز تعاليم من أروع كلمات نهج البلاغة هذا التعبير في وصيته قال واعلم أن رأس العقل رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل هو هذا القيد بعد الإيمان بالله يدل أن هذا الموضوع كم مهم رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل مدارات الناس ولا خير في من لا يعاشر بالمعروف من لابد من معاشرته الإنسان في الحياة دائما يتورط مع ناس هؤلاء مثلا يعيقون حركته يشلون حركته يفرضون عليه حياة قاسية أمير المومين عليه الصلاة والسلام يقول لازم تنتظر حتى الله يجعل لك فرج منه ولا خير في من لا يعاشر بالمعروف من لابد من معاشرته حتى يجعل الله إلى الخلاص منه سبيلا هذا فتقانون جدا مهم مبدأ هذا الإنسان المتورط في الحياة تسأخ أخد أب أم شريك جار بعد بالنتيجة هذه الحياة تفرض على الإنسان هذه المشاكل الإنسان لازم ينتظر يحاول بس لازم يعاشر من لابد من معاشرته إلى متى إلى حين الله يفرج الله يجعل سبيل وفرج من هذا الفرد هذا مبدأ هذا المبدأ فإني بعد هذا نهاية العبارة فإني وجدت هذا كلام أمير المؤمنين صاحب هذه الليلة وجدت جميع ما يتعايش به الناس وبه يتعاشرون ملء مكيال كله كل أمور المعاشرة ملء مكيال ثلثاه استحسان وثلثه التغافل أو تغافل تغافل يعني تظاهر بأنك ما أمسكت الموضوع عصلا غافل عن الموضوع ثلثاه استحسان استحسان شنو هذه تحديدات أمير المؤمنين كل ما يتعاشر به البشر كل المفاهيم المرتبطة بالتعايش كلها ملء مكيال مكيال ثلثة هذا المكيال الاستحسان استحسان شنو الاستحسان أن الإنسان يستحسن استحسان أكو اصطلاحي الاستحسان الذي هو قرين القياس لدى العامة الاستحسان هو أن يستحسن الإنسان الأمور التي ترتبط بالآخر لأنه مناسبة الحكم والموضوع لأنها هذه ترتبط بمعاشرة الناس الإنسان لا ينتقد الآخرين نعم أكو شيء أن الإنسان واجب عليه نصيحة الآخرين بس مو من منطق ومنطلق انفعالي من منطق يوجب شنو إساءة استحسان يعني يطرح يطرح أنه الذكاء الهيجاني الذكاء العاطفي الذكاء الاجتماعي يقولون الذكاء العقلي شيء لا قيمة له الذكاء الإدراكي ما لقيمة أكو بعض الناس عندهم ذكاء إدراكي هذا الذكاء الإدراكي يحقق لهم نجاح في الجامعات في الوظيفة مثلا أما يقولون شنو فائدة الذكاء الإدراكي إذا كان الإنسان حياته مع أهله وأولاده كلها جحيم شنو فائدة أنه يحقق الإنسان نتائج راقية في الجامعات ولكن هذا الإنسان أبسط مقومات الحياة مع الآخرين ما يعرفها لذا الآن يستخفون استخفاف شديد بالذكاء الإدراكي العقلي الآن يطرحون الموضوع أنه ذكاء الهيجاني الهيجاني يعني مرتبط بالعاطفة بالتعايش الذكاء الهيجاني التعايش أبرز ما يدركه الإنسان حقيقة أبرز ما يدركه أن الإنسان يعرف أن هذا التعايش أبرز مصاديق الحكم والعقل التعايش أهم من الخبرة والمهارة والتمرس التعايش أهم من الذكاء الإدراكي أهم بشكل كبير حقيقة كلمة واحدة خلاصة كل التعايش الوعي بأن المجتمع سجن يديم الحياة نحن نحن في سجن بس ندرك هذا الأمر نحن في سجن المجتمع سجن وحدات المجتمع بالضبط مثل وحدات السجن هذا السجن يديم الحياة علينا المجتمع هو الذي يمد الحياة فينا وحدات المجتمع وحدات وحدات المجتمع العائلة الوظيفة البيئة التي يعيش هذه الوحدات مثل وحدات السجن إذا وعي الإنسان بأن المجتمع سجن القرآن الكريم يقول وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاء فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُون الله حابسنا في هذه الأرض هذا حبس ولو فتحنا لو يعني ما يمكن أن يفتح ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فَظَلُّوا يعني إحنا نعوه في الأرض كل عمرنا نقضي في هذا الباب يعرجون فَظَلُوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون نحن نعيش في سجن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن لازم نعي أولاً أننا نعيش في سجن هذا السجن يمد الحياة فينا نحن نستمد الحياة من هذا المجتمع هذا المجتمع يفرض علينا سلوك خاص هذا المجتمع يسلب حريتنا العيش في هذا وجعلناكم شعوباً وقبائلة لتعارفوا هذه فلسفة الحياة نحن لا نحن مخلوقين فرديين نحن كائن اجتماعي هذا الاجتماع يفرض علينا أقصى القرارات الإنسان اللي في السجن هناك مقرارات أكو في السجن نحن مو أحرار أقصى ما في السجن السجن قلت يفرض يحد من حرية الإنسان يحد من تصرف الإنسان أقصى ما في هذا السجن إذا وعي الإنسان بأنه في سجن موضوع واحد حقيقة أشد ما في هذا السجن قانون هذا السجن اللي هذا قانون الحياة شنو العفو عن من أساء إليك قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يغفروا مو يجاملوا حقيقة غصب هذا حقيقة قهر بس ينسون قانون يغفروا فادمر يجامل هذا قانون الله هذه مصالح رب العالمين في الحياة مصلحة الله الإنسان إذا تعارضت مصالح رب العالمين مصالح الحياة هذه مصالح الكون الله يريد يخلق دينامية في الحياة يريد يكون الأمة وجعلناكم شعوباً وقبائلاً لتعارفوا هذه المصلحة الكبرى الإلهية منوطة رهينة بشنو أن تعفوا وتغفر وتصفح وتغض الطرف مو أن تجامل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله يعتبر حظ عظيم هو هذا هذا قانون الحياة حقيقة صعوب ممكن الإنسان يطوف الشغلة يطلعها من قلبه مثلاً يطلعها فلا لا يجيبه بوجهه لكن ما يطلعها من قلبه الله يقول يغفر كلمة قرآنية يغفروا المنو ليس الإنسان الطيب لا للذين لا يرجون أيام الله سبحان الله هاي آية قرآنية هذا اللي ما عنده ذرة دين القضية ما ترتبط بأعداء الله القضية مو أن يغفروا لأعداء الله لا القضية خارج عن إطار مفهومين أعداء الله والطغاة القضية ترتبط بالتعايش الاجتماعي إذا واحد ذرة تقوى ما عنده مو أنه تتعايش وتجامله لا لازم تغفر له هذا قانون هذا واجب الإساءة التي تصدر من الآخرين بالنسبة إلى المظلومين صحيح الضحية هذه الإساءة لا ترتقي إلى الإساءة التي تصدر من الضحية تجاه الجاني عندما لا يغفر له فواحد من أصدقائنا كان يقول رجل كبير السن يقول أبوي هو ينقل قصة أنه يقول كثير ظلم أمي ينقل قصة تفصيلها كل بها جزئيات يقول هذا إحنا كنا أطفال خمسة ستة أطفال هد أمي تعلق قلبه بوحدة ثانية وفي عز الشباب وفي عز الحاجة ترك أمي ولا كان ينفق علينا ولا كان ينفق على أمي هدها هدها وعافها وراحوا يا ذيك الثانية ولم تكن على كل حال مثل الأم في الشرف وفي كذا بسبب نزوة وبسبب شهوة سنوات طويلة يقول أنا أذكر طفل كان يقول أذكر أن أمي كيف كان تعالج قساوة الحياة من أجل الانفق علينا كان تغسل حفاظات حتى تنفق علينا وما كان في يوم من الأيام أيام السنة ما كان يهتم فينا ولكن يجينا يزورنا وكثير كانت الأم تتأذى من هذه الظروف على كل حال مضت الأيام والسنوات في يوم من الأيام أصبح مريض بالنتيجة الإنسان وجعلنا من بعد قوة ضعفا وشيب شيب أبونا يوم شيب بعد سنوات هاي المرأة هدته هاي اللي كانت العلاقة بينهم مو علاقة عائلية علاقة نزوة معلوم واضحة هدته لما انتمر صار على كل حال معاق فشنو يسوي هذا الرجل شنو سبيله شنو طريق إليه وين يروح وين يطي وجهه أفضل مكان أنه يقول عاد إلى أمي إلى الأم يقول هي الأم ما أبدا ما أبدت بوجهه هوهم غرور ما كان يسمح غرور حقيقة غير الأنف كبرياء سبحان الله فالشيء رهيب في نفوسنا غرور تكبر غرورهم ما كان يسمح ولا مر بحياته أنه يعتذر من أمي والأمهم أبدا ما جابت بوجهه ولا يوم من الأيام طرحت هذا الموضوع أنه أنت سنوات ما سعلت عن هذا ولا الأولاد أنا كبرتهم بيا حال مضت الأيام وكانت تمرضه دائما تهتم به مريض كان فكانت تهتم به حتى وصلت حالته إلى أنه كان فترة مقعد فترة الإقعاد كانت تنظفه على كل حال من دون أي إباء حقيقة والله هذه النفسية رهيبة بس لاحظوا انتظروا لحظة شلون نفسية هذه هذه ليس كل شيء في قانون الحياة يقول مضت الأيام إلى أن بعد وقع على فراش الموت ويقول أتذكر أنه كان يلفظ أنفاسه الأخيرة ورأسه في حجر أمي يقول يقول في تلك اللحظة الإنسان الذي يدرك الموت ذاك الوقت الكبرياء يروح لأنه ينتقل إلى عالم مجهول الإنسان في تلك اللحظة مهما كان غرور وكبرياء أخيرا هذا الغرور يسقط حقيقة يسقط يقول لا أنسى أنه في الساعات الأخيرة الأيام الأخيرة من حياته كرارا كنت أشوف أنه تحتضنه أمي تحتضن رأسه في حالة جدا شديدة كان فيقول لم أنسى أنه كان يخاطب أمي يقول لله أعفيني ويقول أنا لم أنسى أنه أمي كانت يقول لا أعفيك كل صعب في آخر لحظة الإنسان يحتاج إلى العاف في هتش وقت الإساءة التي صدرت من هذه الأم والله العظيم أكبر من الإساءة التي صدرت من هذا الرجل الخبيث هذا قانون الله هذه الإساءة إساءة لله تعالى العاف قانون لازم نعف عن الآخرين مهما كانت إساءتهم كبيرة شمس سوي هو صحيح القضية مهينة ما أريد أستخف بهذه الجناية التي صدرت من هذا الرجل جناية جناية هذه هذه جناية ما فقط ها جناية بس لكنها جناية مادية هذه جناية دنيوية لديها جناية أخروية لا تقاس مليون مرة جناية هذه الأم أكبر من جناية الأب بدون استخفاف بتلك الجناية هذه إساءة إساءة للدين إساءة للمعايير الإلهية قرارات هذه الحياة نحن محكومين نحن في سجن الدنيا سجن أهم ما يمد الحياة في هذا السجن العفو الصفح التسامح الضغض الطرف أهم ما يمد الحياة الحياة لازم تستمر الحياة بساط الله رب العالمين استمرارية الحياة مو شأني أنا شأن ربوبي هذا الله يريد الحياة تستمر ما يصير أنا أقوض هذه الاستمرارية أكبر ما يقوض يشل حركة الحياة التباغض والكراهية والنزع العدائية المعادات وهذا التباغض الذي يحصل في أنزل مراتبه التباغض الذي يحصل في عامة الناس أن الإنسان يبغض الآخر بأي سبب الظروف الاجتماعية المختلفة تدرون المصالح الاجتماعية الاستحسانات البشرية تنتج تخلق التباغض والتنافر والنزع العدائية تتحرك في هذا المجال التنافر غير العداء هذاني مفهومان النزع العدائية هو الاعتداء التباغض قضية قلبية إذا انعكست هذه القضية القلبي على اللسان وعلى السلوك تكون عدائية وإلا يكون تنافر كراهية هذه الحالة في أنزل مراتبها هي الحالة الموجودة بيننا واحد يعتدي على الآخر وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم من يقدر ما يعتدي على الآخر ليبغي لا من التأكيد هذا أنزل مراتب التنافر أما أرقى مراتب أشد مراتب أسوأ مراتب التنافر أنه عنده ما واحد يقول اغفر لي الإنسان ما يغفر الله هذه كارثة والله ما كجارة مو بإرادتي الموضوع مو بإرادتي هذه إرادة الله هذه مصالح رب العالمين الكبرى لازم إنسان يعفو شوف كلمات أمير المؤمنين وما المجاهد الشهيد وما المجاهد الشهيد في سبيل الله هذا الذي يجاهد وأخيرا دم يراق وما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف هسة اللي هذا طايح بحضنة هذا اللي الآن بعد خلص كل قوى راحت وعلى مشارف الموت اعفو اعفو ولكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة كالأمير المؤمنين يقول ولكاد العفيف عفيف يعني استر ما يخالف عف اعفو شهر انفعاليتنا وتوبته اعتذاره لمن يعتذر او يجيب عذر يقول انا شاب كنت انا كانت فيها نزوة هل يا هاي توبة بعد يسد الطريق تماما امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في عهده هذا اهم عهد سياسي في التاريخ سجل في ادارة الدولة يخاطب مالك الاشتر من جملة اروع الكلمات في هذا العهد حقيقة اصلا شوية غامضة الكلام يعبر يقول تغاب تغاب هناك في ذاك الحديث في وصيته لابنه ابن الحنفية قال له شنو التغافل تغافل هنا بعد ارقى يقول يقول تغاب تغاب يعني تغابي التغافل يعني ما يجي ببجهة كأنه غافل تغابي يعني اصلا يظهر نفسه غبي اجلكم الله تغاب عن كل ما لا يصلح لك الامور اللي ما ارتطرت بيك سوي نفسك غبي اصلا اصلا ما افتهمت ليش تخليه يعتذر لك اصلا كأنه ما افتهمت انت كنا واحد اجلكم الله غبي هذا تعبير من المؤمنين التغاب والتغافل مفتاح حقيقة مفتاح الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخر الانسان اصلا ما فهمها اصلا الاساء اللي صدرت اصلا ما فهمها كأنه ما صدر الاساء هو مسوي واجبة رايح على وحدة ثانية ومقذر حياته كلها في عيشه وتركهم في اسوأ حال يمكن يمكن يعتبر هذا الشغل اصلا احسان منه هذه ارقى مفاهيم الحياة ادفع بالتي هي احسن يعني يعني السيئة الاساء ادفعها باحسن ما يكون احسن نوع دفع الاساء شنو ان الانسان اصلا ما يجي بوجه مو انه يقول اي ما يخال افغفرته هذا تكليف حقيقة ليلة القدر افضل ما يمكن ان يبلغ الانسان من فيوضات رب العالمين من بركة الله رب العالمين هو هذه الحالة ان يدرك يعي يعي انانية الاخرين ويستجيب لهذه الانانية يعي انه في سجن يعي انه الدنيا سجن المؤمن ان هذا السجن له مقررات وابرز واقصى اقصى وابرز مقررات هذا السجن الصفح التآلف بذل الشفقة بذل الشفقة مو الشفقة للذي يستاهل الشفقة هذا مو مو ابرز تعاليم الحياة هذا من اهوى تعاليم الحياة ان الذي يستاهل الشفقة ابذل ابذل الشفقة للذي لا يستاهل الشفقة ابذل العافو للذي لا يستاهل العافو ليش لانه قانون الهي قانون رب العالمين تقوم على هذه المعادلة مصالح رب العالمين لتخرب مصالح رب العالمين لنفرط في مصالح رب العالمين هذه ارادة الله إرادة رب العالمين إرادة أهل البيت أبرز تعاليم أهل البيت خلينا نتعلمها أبرز تعاليم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خلينا نتعلمها في يوم استشهاده أبرز خدمة لأمير المؤمنين أبرز تقدير لأمير المؤمنين أن الإنسان يعرف أهم شيء تفوه به أمير المؤمنين الذي يقول فلم أجد أنه بعد الإيمان بالله أبرز من هذا الشيء يتعلم الإنسان يتكيف في الحياة مع هذا المفاين هذه فرصة عظيمة حقيقة من هذه الليلة تبدأ ولمدة الليالي في ليالي القدر أيام استشهاد الأمير عليه الصلاة والسلام مولانا سيدنا أفضل فرصة أنه الإنسان يتعلم ما هو الذي أهم ما تفوه به أمير المؤمنين وندب إليه وقبله رب العالمين اعتبره أنه واجب قل للذين آمنوا يغفروا صيغة أمر اعتبره أوجب واجبات من الواجبات الجليلة قل يكلفها رسول الله صلى الله عليه وآله يتمكن الإنسان في هذه الليالي والأيام المباركة الأخيرة من شهر رمضان أن يتعلم يتزود شيئا ولو القليل من هذه المفاهيم التي القليل منها موضوع التعايش حقيقة هو إنجاز كبير في كل الحياة في كل العمر يسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا ذلك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة